احنا امام رجل سعودي يمتلك مليارات الدولارات ويريد ان يشتري كل شيء في مصر الدرس وهنا الرسالة الوحيدة اللي بوجهها لطال عمره تركي الشيخ يمكن قلتها لك زمان قبل ما جي الشاشة دي ويمكن كتبتها لك على تويتر وانت عملتلي بلوك ويمكن قلتها لك هنا في مكملين اكتر من مرة ويمكن قلتها في تيك توك الشعب المصري يا طال عمرك الشعب المصري يا فضيلة السمو مش عمر قديب اللي ريل على الجنسية السعودية وعلى اكبر عقد في الشرط الاوسط ومش حسن الرداد اللي تمنى انه يعيش ويموت في المملكة العربية السعودية في ظل فضلتك ومش الفنانين اللي بيترموا تحت رجليك ومش ابطال فيلم وراد رزق ثلاثة ومش كل دول الشعب المصري هو اللي كان قاعد في استاد اللي كان فيه المطش اللي كان فيه جمهور النادي الاهلي وهنا مش بتكلم عن الشيتيمة والله خالص ابدا ولا اتحدث عن الشيتيمة بولدتك ولا حاجة لا لكن بقولك على نوعية الناس اللي كانت موجودة وهتفة الهتاف الشهير يا فضيلة السمو الناس دي كانت متضايقة منك لانك تجاوست الخط الاحمر الذي يتعلق بكرامة الشعب المصري فالرسالة الوحيدة ليك يمكن تشتري القوى النعمة يمكن تشتري الدراما تشتري كل الناس في مصر ويمكن ناس تقبل انها تكون جزء من ده لكن صدقني عموم الشعب المصري الناس اللي هم مش عمر أديب ومش الناس دي مش بتحبك يا تركي لان انت بتتعالى على الشعب المصري بفلوسك ومش بيحبوك يا تركي لان انت طريقتك الحقيقة طريقة جافة جدا ومش عايزة اقول لفظ تاني لا يليق على الهوى مش بيحبوك يا تركي لان الفلوس لا تصنع لا بني قدمين ولا ناجحين الفلوس مش هتخلي المشروع ينجح انت محتاج مقومات بشرية شراء المقومات البشرية من شعب آخر او من بلد آخر عمرها ما تنجحك فانا نصحت ليك اصنع نجومك من المملكة العربية السعودية اصنع ابطالك اصنع مواردك البشرية اجعل شعارك صناعة سعودية هو انتاج فن سعودي خالص وانتاج دراما سعودية خالصة انفق مليارات الدولارات يا تركي على ابناء المملكة العربية السعودية وخلينا نشوف في عشرين تلاتين هتنتجوا كم مسلسل سعودي وكم فيلم سعودي يهب عندكو كم نجم شباك مشاهداتكو عاملة ازاي عايزين نشوف ده ده التحدي بالمناسبة مش انك تروح تشتري قوى النعمة المصرية اطلاقا فدي النصيحة الوحيدة اللي انا بوجهها لك في هذه الحلقة مع كامل الاحترام والتقدير وكل حاجة وموضوع حتاف النادي الاهلي خالص مش الجزء الموسيق اللي كنت بأصعك بي موسيقى